نقلت التقارير عن مصادر قولها انه اذا احرزت الولايات المتحدة وروسيا تقدما في اتخاذ اجراءات التحقيق والفحص الجديدة الصارمة وادرجتا جميع الرؤوس الحربية النووية في عملية التحقيق والفحص فقد توافق ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تمديد معاهدة تخفيض الاسلحة الاستراتيجية الجديدة ومع ذلك اعربت المصادر عن ريبتها تجاه ما اذا كانت هذه المطالب التي قدمها ترامب طلبات نهائية واختتم حوار للحد من التسلح والذي اجرته الولايات المتحدة وروسيا في مدينة فيينا بالنمسا مساء الاثنين حيث فشل الجانبان في تحقيق نتائج ملموسة بشأن قضايا مثل تمديد فترة صلاحية معاهدة تخفيض الاسلحة الاستراتيجية الجديدة وبحسب وكالة سبوتنك الروسيا ناقش الجانبان خلال المشاورات كيفية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وامكانية التنبؤ في حالة فشل المعاهدة وبعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ويعتقد بعض المحللين ان بطلان معاهدة تخفيض الاسلحة الاستراتيجية الجديدة قد يؤدي الى سباق تسلح بين الاطراف ذات الصلة مما سيؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاستراتيجي العالمي